السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في فيديو جديد فيديو اليوم سنجيب عن الحصة الخامسة دائما موضوع الكهرباء التوصيل الكهربائي للمواد المواد الموصلة للكهرباء والمواد العازلة بطبيعة الحال مرجع المنير في النشاط العلمي للسنة الرابعة من التعليم التدائي الصفحة 61 سنبدأ ألاحظ وأتساءل صنعت سعاد دارة كهربائية بسيطة ولإغلاقها استعملت مشبكة ورق بلاستيكي غير أن المصباح لم يتوهج بينما توهج المصباح عند استعمال ماسكة معدنية أتساءل إذا لاحظوا معي استعملت سعاد مشبكة من البلاستيك من هذا المشبك من البلاستيك ومشعلش المصباح وفاش غيراته استعملت مشبك من النحاس أو ماسكة معدنية من المعادن اشتغل المصباح السؤال ما سبب عدم توهج المصباح الأول المصباح الأول يعني السبب اللي خلال المصباح الأول لم يشتغل هنا ممكن نرجع سبب المشبك البلاستيكي ونقولوا ربما المشبك البلاستيكي عازل كهربائيا الآن سوف نرى وضعية الإنجاز مجموعة من الوضعيات اللي من خلالها سنتمكنوا أننا ميزوا بين الأجسام الموصلة الكهرباء والأجسام العازلة كهربائيا إذا لاحظوا معي استعملنا مجموعة من التركيب ورق نحاس مصطرة من اللدئين مصطرة من الخشب مصطرة من الألومنيوم بالنسبة للمصابح التي ستشتغل أو ستتوهج مصطرة من الورق نحاس موصل كهربائي مصطرة من اللدئين اللدئين البلاستيك عازل كهربائيا لا يشعل المصباح الثاني وحتى المصباح الثالث لا يشعل لأن الخشب عازل كهربائيا بالنسبة للمصطرة من الألومنيوم لأن الألومنيوم موصل كهربائي إذا أصنع في الأجسام السابقة في الجدول إلى أجسام موصل الكهرباء أو أجسام عازل الكهرباء النحاس والألومنيوم موصل كهربائي بالنسبة للأجسام العازلة للكهرباء لدينا اللدئين والخشب اللدئين والخشب إذا هذا أجسام عازلة كهربائيا يعني ما توصل الكهرباء الآن سنمر للتعلمات الجديدة لكي نكتب الخلاصة ديال الدرس توجد توجد مواد موصلة للكهرباء مثل النحاس مثل النحاس من يوم الحديد إلى أخره للكهرباء وأخرى عازلة مثل الخشب واللدئين و أخرى عازلة لها يعني عازلة الكهرباء لا توصل الكهرباء مثل الخشب واللدئين نمر الآن لأنشطة الاستثمار استثمار سعلمات الجديدة أضعوا علامة في أمام الأجسام الموصلة للكهرباء مصطرة زجاجية ملعقة من النحاس ملعقة من النحاس ملعقة من النحاس مشبكة من الحديد ملعقة من الحديد لوحة بلاستيكية المع found من الوضع الآن ننمي الجديدة أغراق في مقاما في مصر قطن في مصر في مصر hay parts أتسأل сложاء الثورة أت NPرااق و أرجى العالية ثقوم نفر lithium افترض ان يتم تركيزه تفعله تفعله من أجل المواد ويزعل المصباح اكيد أفترض تفعله في القطن يستمره المطلوب يحتوى من المواد العازية الكهربائية البلاستيك لا يوصل الكهرباء بحال الخشب بلاستيك الكوياخ لا يستعمل المصباح نضيف الفيل السلك النحاسي الأسلاك النحاسية هم الأسلاك في جميع الدارات الكهربائية المستعمل في جميع الدارات الكهربائية و المستعمل المعتمد الأسلاك النحاسية المستعمل في جميع الدارات الكهربائية إذا استعملنا الفيل و المصباح يشعل الفيل المستعمل 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 الفيل المستعمل إلى المستعمل بالأسلاك بالنسبة للقل نحاس المستعمل في مستعمل البلاست مواد عازلة كهربائيا غالبا تستعمل الحديث مصطرة من الحديث مصطرة من النحاس المعادن الموصلة كهربائيا هم الأجوبة الخاصة في الموضوع الموالي الذي سيخص القوى والآلات الموضوع الأخير في الوحدة الرابعة هو القوى والآلات تكونوا في الموعد دائما على نفس القناة إلى اللقاء